برحب بحضراتكم مرة تانية ويمكن كنت أنا وأحمد لسي منتكلم على تطور الفريق تحت قيادة موسيماني فنيا ويمكن كنت بقولوا أنه من أكتر حاجات اللي ملاحظاها يمكن في مباراة مبارح أنه فيه شغل عالي من موسيماني على الدربات السبتة مع اللعيبة يعني مبارح مثلا لو شفنا الهدف الأول تمرير برضو يعني ضربة سبتة تمريرة من علي معلول طبعا أفشة من بره 18 في الجون لو بنتكلم على الهدف الثاني يعني معلول للشحات الشحات يرفع أوفر حمدي فتحي حطاف الجون حتى هدف عمر السلية في نهائي أفريقيا برضو كان من ضربة سبتة فيه تطور كبير يا أحمد فنية تحت قيادة بيعجبني قوت ملاحظتك يعني فيه قوت ملاحظة أكتر من معلية أنا عارف أنك هتقول كده أنا عارف أنك هتعمل كده لا حقيقي ده حقيقي واضح جدا طبعا فيه جمل يعني فيه أوقات بتحس أن فيه جملة بتبقى في الملعب متنفذة اجتهاد لعيبة أو أنها جاية كده بالتفاهم أو حالة الانسجام بين اللعيبة وبعدها لكن فيه جمل تاني واضح أن فيه شغل عليها وفيه تدريب عليها مدروسة ومحفوظة ومتدرب عليها كويس قوي بمناسبة وإحنا راجعين من فصل الأقطات اللي حضراتكم شفتوها فرحة اللعيبة بالتتويج ببطولة أفريقيا خلتني الحقيقة أقاف مع فكرة إحنا وقفين فين عشان في وقت من الأوقات لما بنقول لحضراتكم الأهلي ما بيقفش على حد بتكون اللحظة اللي إحنا وقفين عليها النهاردة أو فيها النهاردة هي الترجمة الحقيقية لمعنى الجملة دي جملة شعار سميها زي ما تسميها إحنا النهاردة وقفين وفي ظهرنا بطولتين صعبين جدا ومهمين جدا بطولة الدوري العام البطولة الحصرية للنادي الأهلي وبطولة الدوري أبطال أفريقيا البطولة المفضلة للأهلوية وللنادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله على بعد خطوة واحدة نكون موفقين فيها ونحسم البطولة التالتة بطولة كاس مصر عشان لما بنيجي في وسط السيزن في وسط الموسم نقول لحضراتكم أنا عارف طبعا أنه طبيعي جدا أنه جماهير النادي الأهلي تحب نجومها وتحب لعبتها وخصوصا لما تكون لعيبة يعني عندها مشوار طويل مع النادي لعيبة معروفة بانتماءها الشديد فكرة الانتماء التفاني الرجولة في الأداء لعيبة موهوبة ومهارية طبيعي جدا أنه جمهور أهلي يحب نجوم ولعبته لكن خليني يبص مع حضراتكم كده المشوار خمس ست سنين فاتوا الجؤملة دي تكررت كم مرة مع رحيل أكتر من نجم تريزيجيل الاحتراف عبدالله السعيد رمضان صبحي أحمد فتحي شريف إكرامي أسماء كتير جدا مشت عن نادي الأهلي ولم تتوقف البطولات ويمكن في وجود الأسماء دي في موسم بعينها يعني ما كانش الأهلي قادر على الوصول للقب البطولة لكن النهاردة أو السنة دي الأهلي الحقيقة محقق أكتر من بطولة وان شاء الله بإذن الله لسه بننتظر المزيد عشان كده اللي بقول له حضراتكم أنه النهاردة اللحظة اللي احنا وقفين فيها بتأكد على نفس المعنى الأهلي عمره موقف على حد وتيشرت النادي الأهلي والفرحة اللي حضراتكم شفتوها مرسومة على نجمنا وهما بيحتفلوا ببطولة أفريقيا هتفضل في تاريخهم لآخر العمر لحظات لن تنسى وما أعتقدش أنه في حد عنده القدرة أنه يجمع هذا الكمل كبير جدا من البطولات في موسم واحد غير لما يكون لابس تيشرت النادي الأهلي نروح لأخبارنا بقى مع حضراتكم ونبتدي بأخبار الفرق دي حقيقة صفيقة وقاتة أنا عارف أنه قد إيه أنا بحب يعني أنا أنا لعيب يعني أنا كمشجع كورة بحب لما بقى مثلا بشجع النادي بتاعي ببقى فيه روابط وعلاقة بيني وبين اللعب الفريق بتاعي فبزعل في وقت من الأوقات لما الروابط دي بتتكسر أو العلاقة دي بتتقطع خصوصا لو ما كانتش منتهية بشكل مناسب أو بشكل مثالي يعني ما أقدرش مثلا أقول أنه جماهير النادي الأهلي النهاردة زعلنا من ترزي جي بالعكس فرحانا له ونفسها يروحنا فريق أحسن لكن في أسماء تانية مشت والنادي وجماهير الأهلي زعلت منها أو علاقتها بينهم تحولت من نقيد للنقيد تحولت 180 درج بس الأهم من ده هو أن احنا يحط في اعتبارنا في النهاية الكيان وأنه الكيان في النهاية مش مرتبط بإسم مهما كان حجم التأثير ومهما كانت القدرة على أنه يساهم في إحراس بطولات ومهما كانت المهارة ومهما كانت الانتماء الأهلي عمره وعمره ما بيقفها لحد أحمد أن الانجازات دي كلها أثبتت الحياة اللي احنا حقناها الموسم ده وقبل كده كمان مش بس الموسم ده أنه كلمة الأهلي من حضر أو الأهلي ما بيقفش على حد مش كلام مرسل بنقوله يعني كل الانجازات دي هي خير دليل يعني احنا فعلا ردودنا ما بتبقاش بالأقوال قد ما هي بالأفعال وكفاية أوي طبعا الفوز بدوري أبطال أفريقيا في موسم صعب واستثنائي كله تحديات وكله حملات ممنهجة على النادي الأهلي ودي مش نظرية مؤامرة ده اللي حصل فعلا طول الموسم ده حتى ميستر بيتسو موسماني ما بقلوش ما كملش رجل كم يوم يعني ما كملش كم شهر مع النادي الأهلي رجل قدر يفنش بطولة الدوري وقدر ياخد بطولة أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله هيكون في المزيد والمزيد